اشتركوا في القناة على جلالة الملك المفدة حيث رحب جلالته بهم وهن أحفظه الله الفائزين بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيدا بجهودهم في رفعة وتمكين الشباب من منطلق إيمانهم بدورهم الريادي في بناء الأوطان والنموض بالمجتمعات فيما أعرب الفائزون بالجائزة عن خالص الشكر والامتنان لصاحب الجلالة على مبادرة جلالته الرائدة لدعم شباب العالم والتي أتاحت لهم الفرصة المثالية لنشر إبداعاتهم وأفكارهم وابتكاراتهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آر خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة أيها الحضور الكريم أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزل روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم ورعاه بإلقاء كمساهمة من مملكة البحرين للاحتفاء بجهود الشباب حول العالم ولتقدير عطاءهم ولتشجيعهم على التجديد والتطوير في خدمة مجتمعاتهم وصياقة مستقبل أوطانهم من أجل عالم يسوده الأمن والسلام وينعم بالخير والرخاء إن مسألة تمكين الشباب كقوة عمل وبناء هي مسألة ننظر إليها باهتمام بالق لتلك القوة من دور مؤثر في صوق مستقبل الأمم ونؤكد هنا من منطلق قناعتنا الشخصية وفي ضوء ما أثبتت تجربتنا الوطنية بأن عملية إشراك الشباب في الشأن الوطني هو رهان رابح في كل الأحوال متى ما تم إعدادهم الإعداد السليم بتدريبهم على القيادة المسؤولة وفسح مجال مشاركتهم في عملية صنق واتخاذ القرار لإحداث التطوير الإيجابي الذي نطمح له جميع وأننا في هذه المناسبة السعيدة نبارك لجميع الفائزين بالجائزة من مؤسسات وأفراد ونفخر بما يقومون به من جهود استثنائية ومؤثرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تشكل محورا هاما على الأجندة الدولية والتي تلتزم مملكة البحرين بدعمها ومساندتها وتحرص على إدماجها في كافة خططها وبرامجها وبناء على النتائج الأولية والطيبة لأعمال الجائزة منذ انطلاقها فأننا نقدر لكوادر وزارة الشباب والرياضة إدارتهم المتميزة لتحقيق توجهاتها ونتطلع لمقترحاتهم في إضفاء المزيد من التطوير على مجالاتها عبر مضلتها لتشمل أكبر قدر ممكن من مساهمات الشباب مكررين في الختام شكرنا وتقديرنا للجهود الطيبة التي يبذلها جميع القائمين على أعمال الجائزة ونخص بالذكر هنا أعضاء لجان التحكيم وفرق العمل الإدارية مع تمنياتنا للجميع كل توفيق ونجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب الجلالة أيها الحضور الكريم يلقي الآن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب كلمة أمام جلالتكم بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم أصحاب السمو والمعالي والسعادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي يا صاحب الجلالة أن أقف بين يدي جلالتكم لأقدم لكم خالص التهاني والتبركات بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته جائزة جلالتكم لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في نسختها الثانية والتي تؤكد أن مملكة البحرين سباقة دائمة في تمكين الشباب العالمي وتحفيزهم ليكون والعنصر الأساسي في تنمية المجتمعات العالمية سيدي صاحب الجلالة لقد أكدتم في مشروعكم الإصلاحي الرائد من نوعه على أهمية الارتقاء بالشباب البحريني والعالمي وأسستم البيئة التنافسية العادلة المفتوعة ليتنافس الشباب العالمي من أجل تقديم المبادرات التي تهتم بالارتقاء بالعالم لتسوده التنمية المستدامة والاعتماد على الإيجابية في الطرح والتنفيذ وزرع تلك الإيجابية في نفوس الشباب البحريني والعالمي لتكون الدافع لهم في قيادة بلدانهم إلى محطات أفضل سيدي كانت دعوتكم يا صاحب الجلالة لتكون البحرين عاصمة الشباب والرياضة قد شكلت لنا دافعاً قوياً لإنجاح النسخة الثانية من جائزتكم العالمية وبفضل رؤيتكم وتوجيهاتكم السديدة تمكنت الجائزة من جعل البحرين في دائرة الأضواء العالمية من خلال مشاركة 125 دولة عالمية فيها وتقديم الشباب العالمي 3557 مبادرة شبابية بما يفوق أضعاف أضعاف المشاركات في العام الماضي الأمر الذي جعلها أكثر تأثيراً وقوةً واحتماماً من المجتمع الدولي وجعل أنظار العالم تتجه لمملكة البحرين سيدي لقد ركزت جائزة جلالتكم في النسخة الثانية على استنهاض همم الشباب وتحفيزهم لتقديم أفكارهم كما أنها ركزت أيضاً على معدن الشباب الأصيل وسماتهم العالية وإحساسهم بالمسؤولية وهو ما يشكل دافعاً لهم للمشاركة الفاعلة في الجائزة التي أكدت مسؤوليات البحرين تجاه المجتمع الدولي سيدي صاحب الجلالة إن حرص الفائزين على التواجد أمامكم ومقابلة جلالتكم تؤكد اهتمامهم الواضح بنهل المعرفة والحكمة والسمات الكريمة لجلالتكم والتواصل معكم ليكون هذا اللقاء فيصل في حياتهم ونفوسهم ولتكون كلمات جلالتكم لهم دافعاً لمواصلة مشوارهم في العطاء سيدي في جائزة جلالتكم نماذج مضيئة عالمية تمكنت من أحداث نقلة واضحة في الوصول إلى تحقيق الأهداف التنمية المستدامة فهناك مؤسسات تقدم بمبادرات في توفير التقنيات والدعم والتمويل للشباب ولتنفيذ مبادرتهم بالإضافة إلى تقديم الشباب الفائز لمبادرات عدة في المياه النظيفة والأمن والأمان والزراعة وتطويرها ختاماً يا سيدي نجدد العهد لجلالتكم لمواصلة تطوير الجائزة كما نشيد بجهود الجميع الذين ساهموا في نسخة الثانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتكريم المحكمين والفائزين بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أولاً المحكمين سعادة الدكتور أحمد ذيقان الهنداوي وزير الصناعة والتجارة السابق الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الهنداوي للتميز بالمملكة الأردنية الهاشمية سعادة السيد سعيد محمد النظري مدير عام الهيئة الاتحادية للشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة سعادة السيد استيفانو بانيتانو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإلمائي بمملكة البحرين السيد نعمان الصياد مستشار الاتصال الإقليمي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية السيد عبد المنعم محمد مسؤول التفاعل بين العلوم والسياسات الإقليمي السيدة أميرة الحسن مدير برنامج يو ان هابيذات لدول مجلس التعاون السيدة هانا حمادة أخصائي شراكة عامة باليونيسيف السيدة كريستينا ميغو موظفة الاتصال الإقليمي ومسؤول السياسات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية ويتفضل جلالته بتكريم الفائزين بجوائز المسابقة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا مملكة البحرين فئة تمكين الشباب السيدة السيدة إليزافيث بنتكف جمهورية غانا قائمة تمكين الشباب السيد ديفيد أند رياد أبا جمهورية كولومبيا السيد أوكي إيسي جمهورية نيجيريا فئة الشباب السيدة سمجهانا كهنال جمهورية النيبال فئة الشباب السيد براين بوساير جمهورية كينيا فئة الشباب هذا وقد تشرف اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتقديم هدية تذكارية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر